بخصوص نادي الأهلي برضو وإحنا بنتكلم على الماتشين اللي فاتوا الماتشين اللي فاتوا للزمالك والأهلي هتكلم عليهم لأن الماتشين مهمين جدا في الدوري بيحددوا حاجات كتير زمالك بيتعادل مع المصري اتنين اتنين وبيرحل كابتن أهاب جلال نتيجة طبعا أمور ممكن تكون إدارية كان حصل تحقيق وإدارة المصري قالت إن فيه تحقيق كابتن أهاب جلال ما حضروش وبالتالي يمكن فيه تلكيك شوية يعني من وجهة نظري إن فيه تلكيك لكابتن أهاب جلال بالرغم إن هو خسر ماتش وإتعادل ماتش مع الزمالي خسر في كاس مصر وتعادل فيه الدوري لكن واضح إن كانت إدارة المصري يعني مش حبزة إن كابتن أهاب جلال يكمل وبالتالي بقى فكرة التحقيق ده كان ممكن نوع من أنواع التطفيش لكابتن أهاب جلال من النادي المصري كانش فيه إجماعة ممكن من الجماهير الخاصة ببورسعيد بنادي المصري البورسعيدي إن كابتن أهاب جلال يبقى متواجد ويكمل فيه وجوده في النادي المصري لكن ده جزء مهم جدا في الدوري المصري إن اتنين مدربين بابا وفاسيليو بيمشي من المحلة بالرغم من النتائج والعروض والمركز اللي فيه غزة المحلة هم نتكلم من غزة المحلة في المركز الثاني عنده عشر نقاط بعد الأهل النهاردة بيمشي أهاب جلال برضو يعني بيمشي بالرغم إنه هو حقق نتيجة كويسة يعتبر أمام نادي الزمالك وبيعود في المباراة بعد أن كان متأخر اتنين اتنين وبيحرج نادي الزمالك وبيضعف موقف ممكن يكون في الدوري برضو مش جيد بالتالي اتنين مدربين هم بيمشوا جانب الآخر نادي الزمالك والأهل الزمالك بيتعادل وموقفه في الوقت الحالي في المركز الخامس بطل الدوري في المركز الخامس نتيجة التعادلين المتتاليتين لنادي الزمالك في مطشين صعبين بالنسباله نادي الآهلي كان خسران في مطش أمام طلع الجيش بيعود بشخصية الآهلي بيعود بالتركيز والتنظيم الخاص بالنادي الآهلي وهنا أنا يمكن كنت قلت جملة قبل ما الدوري توقف إن شكل النادي الآهلي ومختلف عن السنة فاتت تنظيميا واللعبين عندهم إصرار أكتر وعندهم أهداف ممكن خلاص بقت واضحة بالنسبالهم إنه عدم خسارة أي بطولة وده حصل في بطولة السوبر وبيحصل دلوقتي في الدوري الممتاز إنه عندهم الهدف الأكبر دلوقتي هو بطولة الدوري إنه ما يخسروش مرة تالتة بطولة الدوري وبالتالي واضح جدا عملية التنظيم المختلفة عملية الإصرار المختلفة عند العبت الأهلي عن العبت نات زمالك من وجهة نظري حتى الآن يعني ليبص على مطش المصري والزمالك ويبص على مطش الأهلي وطلق الجيش هتلاقي فيه فوارق موجودة عند الاتنين لعيبة عند حتى المدرين الفنين يعني واضحة جدا ودي هي اللي هتعمل الفارق لسه طبعا الدوري طويل أنا بقولك في المرحلة اللي إحنا فيها وعدد وإنك بتلم النقاط في التوقيت ده وعدد المباريات اللي بتخسر فيها نقاط ده واضح جدا إنه نادي زمالك الموضوع عند اللعيبة شايفه عادي حتى في الملعب عادي لكن عند النادي الأهلي ولعبته مختلفة دلوقتي ممكن سنفاتكت موجودة لكن في الوقت الحالي اللعيبة ييجي فيها هدف لا مش عادي بيبتدوا يرجعوا تاني للمباراة بيكسبوا في المباراة آه كان فيه جدل فيه ضربة الجزاء في التحكيم مبارح بالنسبة لمباراة الأهلي وطلع جيش لكن نادي الأهلي بيفوز بإصراره لأنه برضو ضيع كتير فيه اللقاء هنا ده الفرق حتى الآن ما بين الأهلي والزمالك ودائما المنافسة بتبقى متواجدة ما بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري دور طويل زي ما انتم شايفين غزل المحلة في الوقت الحالي في المركز الثاني فيوتشا في المركز الثالث الاتحاد في المركز الرابع ثم الزمالك في المركز الخامس وبيراميز في المركز السادس ثم بقى طبعا بتيجي فرق متتالية حتى المركز الأخير اللي موجود فيه الدخلية في المركز الثامنة عشر